مجلس النواب ممارض ومعيد عادت توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن صندوق دعم الأجور والمعاشات إلى أدراجها في مجلس الشورى للبت في أمرها من جديد بعد أن أجمع مجلس النواب على ذلك طبعا اليوم رفضنا قرار مجلس الشورى والذي تمسكت به أيضا اللجنة المالية لعدة أسباب سبب الأول أن كان عندهم توجه مجلس الشورى واللجنة المالية بأن زيادة بسيطة في الرواتب للقطاع الخاص وللمتقاعدين سوف تسبب عز في ميزانية الدولة بما يخص صندوق دعم الأجور التي رفضه من حيث المبدأ مجلس الشورى ورفضته أيضا اللجنة المالية في مجلس النواب أنا أرى أنه في هذه المرحلة الحارجة التي تمر بها البحرين من انخفاض سعر النفط وأيضا محدودية براميل النفط الموجودة التي تنتجها البحرين نرى أنه ليس من الأجدى وندعم في هذا القرار بيّنت أيضا وجهة نظر الجهات الثلاثة العلاقة فيما يتعلق بهذا الصندوق وكيف أيضا هناك تابعات عليه وفقا للمكانيات المتاحة لمملكة البحرين وكذلك برنامج عمل الحكومة أما فيما يتعلق بتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح برغبة بتعديل قانون الخدمة المدنية تم رفضه القانون الذي طرح من قبل بعض النواب نحن رأينا أن هذا القانون يخالف الدستور حيث الدستور لا يفرق بين المواطنين لا في عمل ولا في غيره طبعا نحن اليوم كنا نناخش اقتراح بقانون وهذا القانون يعطي حق الاقتصام الجيسية بقى عشر سنوات أنه يتقدم للحصول على وظيفة حكومية طبعا هذا القانون يأتي من باب التنظيم وليس إلا من وجهة نظرنا أن أعتقد ما في مخالفة الدستورية ومن خلال أجندة الجلسة تم طرح سؤالين على وزيرة الصحة حول التأمين الصحي والسياحة العلاجية تم الإفصاح من خلالهما عن استراتيجية الوزارة الوزيرة مشكورة وضحت أن هناك استراتيجية تعمل الوزارة مع المعنيين على تدشينها وسوف يعلن عليها قريبا كل هواجسنا تنصب في أن لا يمس المواطن أي أعباء مالية جراء تطبيق هذا النظام اللي هو نظام التأمين الصحي على المواطنين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر السؤال جدا مهم وفعلا بدأت الحكومة سواء من المجلس الأعلى للصحة أو مع وزارات الصحة للعمل على أولا البنية التحتية وضمان توفر الرعاية الأولية والرعاية الفينوية بشكل متكامل حتى تستطيع أن تواكب مفهوم السياحة العلاجية التأمين هو تأمين الصحي طبعا هذا أيضا من برنامج من برامج عمل الحكومة والسؤال الذي طرح كان يتناول المعايير والآليات ونحن في ردنا إلى سعادة النائب نحن ما زلنا مع المجلس الأعلى للصحة في طور دراسة هذا المشروع الضمان الصحي وفي ختام الجلسة تم استعراض ما تم إدراجه من مواضيع على لائحة الاستدراك وأخذ بشأنها ما يلزم ترجمة نانسي قنقر